مرحبا طلاف المحاضرة الثانية من مادة dental anatomy انا زهراء علي ان شاء الله سأكون متواجزة بهاي المادة باغلب محاضرات هذه المادة طبعا انتم الجامعة الوحيدة اللي شبوية تختلف عن بقية الجامعات هو نفس المنهج نفس المادة العلمية الموجودة ولكن ترتيب المادة العلمية صياغة المادة العلمية يختلف فارتقينا ان احنا نصور لكم ونسجل لكم المحاضرات خاصة بكم يعني ما خليناكم ويا بقية الجامعات الا قلنا تدرسون منهج ان يكون نفس منهجكم بالضبط نفس تسلسل المعلومات عدتكم بالضبط يكون احسن لكم يعني باعتبار مرحلة اولى فنراعي هاي الشغلة وبش والله احاول قدر المستطاع اغطي كل ملاحظات هاي المادة كل الاشياء اللي تضمنها بس اكيد يبقى الجهد الطالب يلعب دور كل شي كبير فمن البداية حاول ترتب معلوماتك اذا عندك اي سؤال او شي فقب الله يسأل رتب اشيائك من البداية حتى بعدين ما تصر الشغلة صعبة عليك فهذا المحاضرة الثانية اللي نحكي على نظام التسمية انا اليوم شون رح اسمي الاسناك انا عند عدة انظمة او عدة طرق للتسمية النظام الاول اللي انا اسمي بي معلوماتك هو والنظام الثاني هو وانتم بضع فيلكم انظام الثالث اللي هو FDI طبعا هذا ال FDI ترى هذا مو كل شائع مو كلش انه حتى ما يعتمد عليها بس انه انتو خاليه بجامعتكم فهنا ندرسه يعني في حس اول واحد اللي هو ال Universal Notation System فهو شو فكرة هذا النظام اصلا اقول لك in this system بهذا النظام ال numbering always starts منين تبدي from the last tooth in the upper right quadrant وكوادران يعني ربع مو ربع دينار لا لا بس انه اذا انا اريد اقسم هي شي فهاي هنا يسمو اربعة اربع هذا ربع اول هذا ربع ثاني هذا ربع ثالث هذا ربع غابع تمام يقول لك احنا نبدي نرقم من ال upper right quadrant من اخر سن موجود بال upper right quadrant وننتهي بال lower right quadrant يعني احنا موعدنا هي شي احنا اليوم موعدني هي شي يقول لك احنا ابدي ارقم من انا من انا راح ابدي ارقم واتسلسل هي شي هذا من انا بدايتي من انا ال starting point مالتي وابدي ارقم 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 اكمل واصل لحد هنا هاي النهاية مالتي وانا ابدي بالرقم واحد سن رقم واحد واخر شي اكمل الحد رقم سن هو اثنين وثلاثين هذا كانت اسنان دائمية اوكي ففكرة هذا النظام ان انا جاي ارقم من اعلى اليمين وانهي كلش بال lower right quadrant اوكي احس ان يجي هي شي مثلا انا جاي اليوم ارقمها انا راح اقول واحد مين ثلاثة اربعة خنسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة لعش نعش تبعة ثم ستعةzych تبع اكمل سبعة عشرة أكمل تسعة عشرة ثم ساتعة عشرين واحد وعشرين 치를 وعشرين تاتة وعشرين اربعة وتشرين همسا وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين explain ثلاثين 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 هذا آخر سن رتلاحظ لي بكل كوادرنت راح يكون يحتوي على ثمانية أسنان هنا عندي ثمانية اثنان هنا عندي ثمانية وهنا عندي ثمانية اوكي لو اريد اجي اسمي هاي الاسنان اش راح اسميهم هذا اسمي هاي الاسمي 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 هاي ال هذا الأسنان الموجودة فوق الخط هاي يسموهم أسنان موجودة وين موجودة بالأفر جو بالفك العلوي وهاي الأسنان هي أسنان موجودة باللور بالفك السوفلي هذا الفك العلوي شي سموه هذا يسموه مكزلري وهذا شي سموه هذا يسموه من دي بيولر هذا فك علوي يسموه ملزلري وفك السوفلي يسموه من دي بيولر هاي الجهة يسموها لفت وهاي الجهة يسموها رايت يعني أنت مو المفروض تقيت هاي الجهة أنه هي رايت لا بس يراح تطرعكس رؤية الناظر هاي الجهة مو بالنسبة لك المفروض رايت هي راح تكون لفت وهاي الجهة مو المفروض هي تكون لفت لا هي راح تكون رايت أعيدة بس ركزوا إياي انت بس افهم أول واحد والباقيات كلهم راح يمشون ترى نفس النسق نفس النظام انت بس افهم لي أول واحد بعد تصري المو المفروض أنا اليوم لأدرس نظام التسمية باليونيفرسل نوتيشن سيستم قلت لك أنا عندي عدة ألظمة ما عندي بس نظام واحد ما عندي بس سيستم واحد أول سيستم راح أدرسه هو اليونيفرسل نوتيشن سيستم اللي وهذا اليونيفرسل نوتيشن سيستم فكرة اليونيفرسل نوتيشن سيستم شنو أنه أني يقسم المو الماتي إلى 4 قوادرنت 4 أرباع نحن أنا قسمت إلى 4 أرباع هذا ربع أول هذا ربع ثاني هذا ربع ثالث هذا ربع رابع حلو حلو قلنا نقسم إلى 4 أرباع 4 قوادرنت قوادرنت يعني ربع تمام يعني هذا يسمو ربع هذا يسمو ربع هذا يسمو ربع حلو اللي موجودين فوق الأسنان اللي موجودين هنا بالفك العلوي شِي سموهم يسموهم أسنان مقزل abord يعني أسنان موجودة بالفك العلوي بالأفرجو واللي موجودين هنا ها هنا أسنان منبيولر أسنان موجودين بالفك السفلي اللي من هاي الجهة يعني من هاي الجهة ومن هاي الجهة هاي يسموها left جهة left يسار رح تقولي مو المفرود right مو المفرود يمين لا هي عكس رؤية الناظر هاي مو المفرود بالنسبة لك right لا هي left عكس رؤية الناظر هاي الجهة رح يسموها right اوكي خلي عيد للمرة الاخيرة اعرف دالح وعرفه هاي داعيد بس لمصلحتكم والفادتكم يعني نقسمه الى اربعة اربعة كل ربع يحتوي لي على ثمانية اسنان ركز لي بهاي المعلومة لو تجي تريد تطلع التوتل مالتون هو اثنين وثلاثين سن رح اجهيك يا رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اوقف صار عددهم 8 اسنان ها هي اوقف تسعة عشر ردعش سمعش تلتعش اربعة اخمس تعش ستعش صار عددهم 8 اسنان ها هي اوقف ستعش اكمل سبعة عشر ثمان عشر مو تجي تبديلي من نانة مو نانا تخلي العقمس سبعة عشر لا لا عيني لا خطأ هنا انت مكمل اسم النانة تكمل اللي هيجي سبعة عشر ثمان طعش تسلطعش عشرين واحد وعشرين ينو عشرين ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين خلي امسح لك هاي عشر هاي صار عليهم 8 اسنان اي صار فخي يوقف 24 عفو اربعة اربعة اennes وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين مانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين واحد وثلاثين اين وثلاثين هاي يوقف عليهم 8 اسنان اوكي بالمحصلة بالمجموح صار عندي 32 سنوكي ولتلاحظ يعني كأنما دا سوي دورة كاملة دائرة كاملة هيجي تمشي حرفين تلاحظ هيجي لتمشي اوكي فحس شنو خليني مساحة دولي ما نريده مساحة دولي تتخبر علينا يتلك هنا ثماني وهنا ثماني وهنا ثماني وهنا ثماني وهنا ثماني اوكي مني نريد نجي نسميهم ما تبدي تسميلي من نانا يعودوا تقولي والله رقم واحد بدي اسمي من رقم واحد لا لا نحن نبدي نسمي من الرقم اللي قريب على هذا الخط هذا مو هذا الخط يا رقم قريب عليه بصفة اي راح بدي اسمي من عنده هذا يسموه central هذا lateral هذا الكنان هذا first premolar second premolar first molar second molar third molar بس تحفظ لي اسمهم راح نتحمق بيهم بعدين بس تحفظ لي اسمهم هذا نفس الشي central lateral canine first premolar second premolar first molar second molar third molar نفس الشي هناك central lateral canine first premolar second premolar first molar second molar third molar third molar third molar هذا اي سموه مجزي لري هذا يسموه من دبيولر هذا يسموه من دبيولر هذا يسموه لفت هذا من نانا ليه نانا يسموه رايت نفس الشي هناك نانا يسموه رايت من هذا السايد هو كله رايت سوا كان بالأفر جو سوا كان باللور جو هذا يسموه لفت وهذا يسموه لفت وهذا كان اسنان permanent اسنان دائمية اما اذا كان اسنان ديسيديوس او يسموه الميالك تيث او يسموه الميالك تيث او ديسيديوس تيث هي كله ترى نفس الشي اوكي اللي هي abc راح اسنان ديسيديوس اني ما راح استعمل ارقام راح استعمل شنو راح استعمل الحروف اوكي اللي هي abc راح ابديها من حرف a وانتي هي الحرف t عدد الاسنان الpermanent او primary هي عددها عشرة لذلك من اريد اني 20 لذلك انا اليوم من اريد اقسمها الى four quadrant而且 بكل ضمواط بكل كوادرنت راح اخلي خمس اسناننا خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة لو أريد أجي أحسبهم واحد اثنين ثلاثة عربعة خمسة هنا خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة تموم؟ نفس الشي اللي فوقي يسمو مكزلري واللي جوا يسمو ماندبلور اللي من هاي الجهة يسمو ليفت واللي من هاي الجهة يسمو رايت اوكي يعني نجي هيا شم يسميه نحن نبدي A B C D E صار عادة هم خمسة ها هي اوكف E F G H I J اوكف منا ندخلي لي K لا 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 خطأ ندخلي لي K L M N O ناني P Q R S T اوكف تمام؟ هذا فوق يسمى مكزلري جو يسمى مانديبيولر اللي من هاي الجهة يسمى لبت واللي من هاي الجهة يسمى رايت حسا تقولي ماذا نسمى حساني عرفت ان هذا الفوق يسمى مكزلري وهذا الجو يسمى مانديبيولر وعرفت ان هاي الجهة يسموها لبت وهاي الجهة يسموها رايت وعرفت الحروف ان هنا لازم خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة لان دا احتي عن اسنان فرايمري او ميلك او ديسيديس هي ترا كلها نفس الشي شلون اسمي او اصلا شون يديني بالامتحان بالامتحان يجيك حرف كي جيك حرف ام جيك حرف ان جيك حرف او حرف بي حرف عشوائية اوكي قولك والله سمي لهذا الاسن انت شو راح تسمي على اي اساس انت اصلا تسمي شنو الخطوات اللي لازم تتبعها حتى تسمي اول شي بس ركت على كلامي اعتبر هذا الكلام اللي راح اقولها اسألك قاعدة لبقية الاسنان تمام هذا بما انه شفته حرف او شي شوفه هذا حرف لو رقم هذا حرف فبما انه حرف راح اكتب برايمري تمام بما انه حرف راح اكتب برايمري اوكي اشوف الاتش وين موقعه خلي اجي ارسم بالامتحان راح تقوليني قعد نرسم هيك ونخطط اعادش بيها يعني شنو المشكلة اللي بيها اصلا انا ممكن اتمنى مرحلة اولى منيجين هيك سؤال على صفحة شي بمكان صغير اخطط واشوف طب قابل اش مدري يعني لازم اخطط لازم اكتب لازم ارسم واشوف على هذا الاساس اوكي اكتب هنان اي بي سي دي اف جي اتش اي جي كي ال ان ان او ناني بي كيو ار اس تي هاي انا اكتبتهم بالامتحان هو داريت حرف الاتش هذا الاتش خلي اجي اسميهم بالله اول شي شفت هذا الاتش وين موجود موجود بالفك العلوي وبالفك السفلي لا الاتش موجود بالفك العلوي فلذلك راح اكتب ماك زلر شفت جهة رايت لو ليفت ليفت لو رايت لا انا شفت الجهة وانتا ليفت فاكتبت ليفت هو السن هاذا شنو اسمه هذا اسمه سنترل وهذا اللترل وهذا كنين فلذلك كتبت كنين خلي اعيد لك حتى تفتهم كتر ادري دا عيدي هوايه دا الاحه هوايه بس تحملني الله عليك المصلح تكان بس ارد اقول لك شغل انا شفت لك انا عندي عشرين سن شنو اسمهم هذا يسمو سنترل هذا اللترل هذا كنين هذا هذا مولر فرس مولر هذا سكيد مولر بالاسنان اللي تكون برايماري ما عندي شي سن يسموه بري مولر ما عندي شي سن وما عندي سن يسموه الثرد مولر هاي الاسنان ما موجودة عندي بالاسنان البرايماري تمام ما كو ما عندي عندي هذا السن يسموه سنترل هذا يسموه لترل هذا يسموه كنين قبل راح اروح اقول فرس مولر ثكند مولر نفس الشي هذا يسموه سنترل انسايزر هذا اللترل انسايزر هذا كنين هذا فرس مولر هذا سكيد مولر نفس الشي هنا هذا يسمون central incisor lateral incisor first molar second molar central incisor lateral incisor first molar second molar ما عندي third molar ما عندي pre molar خلي هاي المعلومة ببالك تمام شفت حرف حرفيا حرف ونقطين حرف انه اذا احكي عليها نظام لا احكي علي النظام universal mutation system حرف انه انا راح اسمي بنظام universal mutation system شنو هذا النظام universal mutation system انا اقسم الماث مالتي الى four quadrants وابدي ارقم من نانا واستمر هي كأنه اصير دائرة كاملة تمام اكملي دورة كاملة شفت حرف اذا هذا اسنان primary اسنان primary يعني a b c فانا اقول a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t اوكي قلت لك عليهم 20 سن اذا هنا انا خمسة وهنا انا خمسة وهنا انا خمسة وهنا انا خمسة من انا اريد اجاقستمه على four quadrants بكل quadrants راح يصير بي خمسة المجموح راح يكون 20 سن هذا فوق يسموه ماكزلري فك علوي هذا جوا يسموه منديبيولر فك سفلي هاي الجهة يسموها lift وهاي الجهة يسموها right اوكي شلون اسمي يتلك اول شي نشوفه بما انه حرف فاكتبه primer شفت لاتش موجود بالفك العلوي فاكتبت maxillary لين موجود بالفك العلوي شفت من جهة left فاكتبت lift لو كان من هاي الجهة كان كتبت right اسم السن هاي سمو كناي هاي سمو سنترا هاي سمو اللاتراف هاي سمو كناي هاي سمو فرس مولر هاي سمو سكيند مولر بلتكي اياها قبل شوي الثيرد مولر والفري مولر ما عندي اياهم بهذا السن ماكو تمام دير بالك ما عندي اياهم بهذا السن هذو اللي وين موجودين موجودين بالاسنان البرمننت الدائمية او ال الاسنان البرمننت الدائمية الاسنان الاسنان او الملك او البرامري ما بيهم هاي الاسنان ما بيهم لا البريم مولر ولا الثيرد مولر اوكي بتلك عددهم 20 اوكي نجي هذا الاسن وين الاسنان موجود اواشي شفت حرف فقلنا هذا برايمري رسمة شفت الاسن موجود بالفك صفلي فكتبت مانتيبلر شفت الاسن موجود بالرائت لو باللفت لا شفت موجود بالرائت فلذلك كتبت رائت هو الاسن هذا شش اسمه قلت لك هذا اسمه central هذا هاي اللترى هذا كنان هذا فيرست مولر فلذلك كتبت يعني هذا المخطط تره هو ثابت ثابت أنه لازم تكتب أول شي لبرايمري ثابت أنه لازم تكتب مانديبلر أو الماكزلري أو المانديبلر كل شي ثابت ثابت أنه تكتب ليفت لورايت وآخر شي يلا تكتب اسم السن أرد تكتب كاملاحظة آخر شي يلا نكتب اسم السن آخر شي حرفيا آخر شي كل شي بالأخير شوف شوف كل شي بالأخير يلا نكتب اسم السن أول شي نكتب أنه برايمري أو بيرمننت تمام من الأسنان للبيرمننت شرحت لك ياها قلت لك هي عددها 32 سن هذا يعني أنه إذا أنا يريد أقسمها على فورا كوادرنت أربعة أرباع كل ربع رح يحتوي على ثمانية أسنان هنا ثمانية وهنا ثمانية وهنا ثمانية وهنا ثمانية وهنا ثمانية أوكي؟ هذا الفوق دعني نسحد يكون عندي مكان أكتب هذا الفوق يسموه مكزلري يعني فك عدوي هذا الجو يسموه مندب يولر يعني فك سوفيه هاي الجهة يسموها left قلت لك عكس رؤية الناظر بالنسبة لك هاي الجهة لا هي بالحقيقة left وهاي الجهة رح تكون بالنسبة لك هي left ولكن هي بالحقيقة تشوفها أرقام بتكتب permanent نفس الوضعية ونفس طريقة التسمية ونفس الخطوات ونفس تسلسل كل شي من أشوفها هذا شنو هذا؟ هذا رقم رقم ونقطين أحفظها رقم ونقطين يعني أنا دا أسمي بنظام الونيفيرسال نوتيشن سيستم فكرة نظام الونيفيرسال نوتيشن سيستم أنه أنا أبدي أسأرقم من نانا أكمل هي تدائرة كاملة أنزل أرجع لحده نانا هنا أثماني وهنا أثماني وهنا أثماني وهنا أثماني وهنا أثماني على شكل كأنه ما تتكون لدائرة كاملة أو دورة كاملة تمام؟ فهي ثاني شلون هنا أسمي شنو الطريقة اللي يتبعها حتى أسمي نفس البرائماري نفس الميالك نفس البيستديوس نفس الخطوات بالضبط أول شي شفت رقم ونقطين عرفت أنه أنا أسمي بنظام الونيفيرسال نوتيشن سيستم نظام الونيفيرسال نوتيشن سيستم هو شنو؟ هو أنه أنا قلت لك أبدي أرقم من نانا من أعلى اليمين كلش وأنتهي باللور رايت أوكي قلت لك هاي الجهة يسموها لفت وهاي الجهة يسموها رايت هذا الفوق يسموه ماكزللري هذا الجو يسموه مانديبيولر تمام؟ فهسا شفت هالرقم فراح أكتب أول شي شفتها رقم أكتب فارمنت أولا ثانيا أشوفها بالفك العلوي لو بالفك السفلي يعني أشوفها ماكزللري لومانديبيولر وبعدين أشوفها لفت لورايت يتلك عكس رؤية الناظر بعدين آخر شي آخر شي اسم السن تمام؟ آخر شي كلش هو اسم السن بتلاحظ كلش بالأخير تيكون اسم السن تمام معيني؟ فاني لو أريد أتمنى هالخطوات تحفظوها لأنه هي هاي اللي راح نمشي عليها تمام؟ واعتبرها قاعدة فاني لو أريد أمشي عليها الخطوات شلون راح أسمي؟ أنتم لا تحفظوها أو أشي فهموها وعلينا اللي حفظوها أصلا بالفهم راح تنحفظي شفتها رقم فكتبت بيرمنت شفتها رقم فكتبت بيرمنت أشوفها هذا الرقم وين وين موجود 26 هذا 26 موجود وين موجود بال منديبيولر بالفك السفلي فكتبت منديبيولر أشوفه وين موجود بالright لو بالleft هاي الجهة هي جهة right هاي الجهة هي جهة left فلذلك كتبت right لين هي موجودة من جهة right اسم هذا السن شنو؟ هاي يسموه central اسم مولر يعني هذا السن اسمه central هذا اسمه lateral incisor طبعا هذا اسمه canine هذا اسمه first premolar هذا اسمه second premolar هذا اسمه first molar هذا اسمه second molar هذا اخر شيش اسمه اسمه third molar تمام حفظ اسمه هم هذا central هذا lateral هذا كنين هذا first premolar second premolar first molar second molar third molar تمام خايل جهة اسمه هاي الجهة يسموها right هاي الجهة الفوق يسموها ميكزلري هاي الجهة هنان يسموها مندي بيولر بما انه شفتها رقم فهذي اسنان permanent اسنان دائمية تمام طيب راح تقول ياني شون عرف اسمي بهذا النظام شوف انت راح تشوفها رقم حرفين حرفين هي راح الصريح رقم ونقطين وعرف انه اندي اسمي بنظام اليوني بيرسل شيني نظام اليوني بيرسل نانا سوي هيكي ابدي رقم من نانا او انزل هيكي دورة كاملة انتهي هنانا تمام ابدي بالأبر right وانتهي بالlower right حلو شوف احنا هذا النظام هذا النظام اليوني بيرسل نوتينشن سيستم انا هذا مو كل شي امشي علي امانة اني نظام البالمر اللي راح مدرسه بعد شوية هو هذا المعتمد علي بس احنا مطالبين بي من منهج لذلك احنا داني شرحها بس من تجي بالشي الفعلي بالشي الواقعي احنا هذا مراح مراح نمشي علي لا بالعيادات ولا حتى بحياتنا كالطباء اسنان لانه قلت لك انه بالجامعة مطالبين بي مناهج مطالبين بي لذلك احنا جاينا دورست اما بس قلت لك من راح تروح للايادات او شي احنا راح نمشي بنظام البالمر اليواني شوية راح ناخده اوكي فحست الارباط عش الارباط عش اوشي شفتها رقم ونقطين فعرفت انه هذا دا احجي على نظام اليونيفيرسل منتشوف اوشي او الخطوة لازم تحددها انه تعندك 3 نواع للانظمة اليونيفيرسل والبالمر والنظام الثالث اللي هو اتبقى اسمه اف دي اي لازم تحدد انت عليان نظام جاي تسمي اذا شفت رقم ونقطين فعرف ان هذا نظام اليونيفيرسل من تعرف هذا نظام اليونيفيرسل راح تعرف انه انت لازم تسوي فوري كوادرنت اربعة اربع ام لازم تحدد انه كل ربع مش كم سن عندك اذا كانت اسنان برايماري او ملك او دي سيديوس فرح يكون عددها عشرين اذا كانت اسنان الدائمية برمنت فرح يكون عددها ثلاثين سن اذا كانت اسنان ملك او دي سيديوس فعرف انه بكل كوادرنت بكل ربع عندي حيكون موجود خمس اسنان اذا كانت اسنان برمنت فرح يكون بكل ربع عندي موجود ثمان اسنان بالمحصل انها راح يصير اثنين وثلاثين سن وهناك راح يصير عشرين سن لازم احدد اشوف اذا رقم فرح اكتب برمنت اذا حرف راح اكتب دي سيديوس او ملك او برايماري كل احترى نفس الشي يعني بعدين اخطط او ارسم شوف هادش تسميه تسميه احدد بعدين الفك العلوي والفك السفلي الفك العلوي يسموما rogغزلب يسموما البلا بعدين احدد جهة الرايت والليفت قيتلك اكرم مشصل عني بالنسبة لك هالجهه رايت فهاي راح تكون بتبط بالنسبة لك هالجهة طبقل راعيت اخر شيء اللي هو راح يبقى اسم السن دائمان اسم السن هو ينكتب بالاخير اسماء الاسنان عندي اذا كانت اسنان دائمية فراح تكون central lateral canine first premolar second premolar first molar second molar third molar اذا كانت اسنان deciduous فراح تكون عندي central والليترال والكنين والfirst molar والsecond molar قلت لك بالاسنان ال deciduous والملك ما عندي third molar وما عندي ال premolar اللي هو سواء كانت الفيرست والsecond تمام دائمان دائمان خليها ببالك من اريد اجي اسمي اسمي داما من السن اللي قريب على هذا الخط هذا يسمو خط المنتصف دائمان ابدي اسمي من عنده مو والله تقول لي شفت رقم واحد وابدي اسمي من رقم واحد ما كوي تشحة شي ابدي اسمو هذا الخط ابدي اسمي من السن اللي يبصف هذا الخط يعني هذا السن وهذا السن وهذا السن وهذا السن يسموهم سنترال اوكي انا راح تقولي عدد الاسنان السنترال بالموت ماتي اربعة اي نعم اربعة اللي هم عددهم اثنين بالفك العلوي واثنين بالفك السفلي تمام مو تجي والله تسميلي من انا و تقولي والله هذا اول رقم واحد يعني هذا اول سن لا لا اي دائما ابدي اسمي من السن اللي قريب على المدلين قريب على خط المنتصف تمام عيني اتمنى تكون فهمت فكرة حاولت قدرة الامكان و قدرة الانستطاع عايش راح عليك عاليتها هواية اتمنى تكون موصلت يعني و راح اوكي راح نرجع نعيدها مرة ثانية من راح نكمل كل الانظمة اني راح ارجع اسويلك مراجعة شامل الانظام الثاني اللي هو راح يكون البالمر نتيشن سيستم اللي واني هذا النظام اللي اني راح يمشي علي بالكلينيكل بالعيادة باي مكان حرفين انا راح يمشي علي النظام البالمر نتيشن سيستم اوكي شنو فكرة البالمر نتيشن سيستم قاني قبل شوية اش قلت لك قاني مو قلت لك عندي بالاسنان برايماري عشرين سن احد قلت لي اي قلت لي وقلت لي هميني بالاسنان البرمنت عندي ثنين وثلاثين سن اي صحيح هاهي تمام في ذا منذكر فكلش تمام ان قلت لك قاني عندي عشرين سن مارد اكتب هنا انا خلي راح اكتب هنا انا احسن اني مو قلت لك انه اني عندي عشرين سن بالاسنان اللي تكون شنون راح ابدي ارقم هاي الاسماء او هاي الحروف ماتي شن راح اخليها من يا حروف ابدي شنون راح اصلا راح اكتب حروفي شوف عاني راح ابدي منانه وروحيتي 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 راح ابدي انا مو قلت لك عشرين فرح أقول A, B, C, D, E صارت خمسة 1, 2, 3, 4, 5 ها هي اثنانة نفس الشي A, B, C, D, E ها هي خمسة ها هي اثنانة A, B, C, D, E خمسة ها هي اثنانة A, B, C, D, E خمسة ها هي بكل مكان رح يكون عندي خمس أثنان بكل كوادران هاني عندي خمس أثنان هذا الفوق يسموه ميكزيلر جوا يسموه مانديبيولر ها هي الجهة يسموها ليفت نفس الوضعية هالجهة يسموها رايت بكل كوادران قلت لك عندي خمس أثنان أوكي بهذا النظام اللي هو بالمارنتيشن ستشوف أنا ما عندي رقم أو ما عندي حرف ونقطين لا أنا شو رح يكون عندي الشكل أو شو رح حط نياب الامتحان رح نطيك شكرا لوهيتي 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 أعفوا لوهيتي 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 أوكي أنت أول شي من تشوف الفتحة ليفوق أعرف أنه هذا ميكزيلر شفت الفتحة ليفوق هسه رح نحكي مثلا على أول اثنين شفنا الفتحة ليفوق بقنا هذا ميكزيلر شفنا الفتحة من هذا الاتجاه من هذا الاتجاه أنت شلو عندك عندك فعرفت أنه هاد شفت من هذا الاتجاه أنت عندك عندك فكتبت شفت الفتحة لي جو كتب بدها يعني فكسف لي شفت ها الجهة يعني شفت ها ها الجهة يعني رايت حلو نشوف احنانا هسه هي حرفين هيش راح يجيك الشركة بالامتحان هي شي أو هي شي يعني لو هي شي لو هي شي لو هي شي لو هي شي قلت لك شفتها الفتحة لي فوق عرفت انه هذا ميك زلري شفتها من هاي الجهة عرفت انه هاي رايت من هاي الجهة رايت من هاي الجهة لفت اوكي شفتها هيش شكلها او هي شي او هي شي او هي شي او هي شي اعرف انه هذا يا نظام هذا نظام 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 يعني هسه شنو فرقة عن ذاك النظام ذاك النظام كان ينطيك حرف ذاك النظام كان ينطيك حرف ونقطين هذا النظام جدا ينطيك ينطيك هي شي اشكال لو هي شي لو هي شي لو هي شي لو هي شي تمام ذاك النظام اسم ونقطين هذا النظام يسمو بالمر كنت لك هنا عندي خمسة اسمان هنا خمسة هنا خمسة هنا خمسة تمام عفوا هذا يسمو central هذا اللترال هذا كانين سודה خواهي الفوك يسموه ما اقزل هذا الجو يسموه ممديبيولر هاي الجهة يسموها lift وهاي الجهة يسموها right عرفت هذا نظام Palmer Notation System يعني شنو Palmer Notation System يعني أنا من راح أجي أسمي راح أبدأ من نانا أو من أجي أرقومهم كحروف راح أقول A B, C, D, E نفس الوضعية هنا نفس الوضعية هنا فهي حرفين نفس الوضعية بس هناك بدل ما كانت حروف هنانا راح أصير أرقام وهناك بدل ما كانت 20 سن هنانا راح أصير 32 30 سن نفس الوضعية هناك ممكننا بديناها بالA ونيهيناها بالE هنا راح أبدأ من رقم واحد ونيهيها الرقم 80 كلها بدي من رقم واحد ونيهيها الرقم 80 من واحد الحد رقم 80 من واحد الحد رقم 80 تمام؟ هذا الفوق يسموه Maxillair جوه يسموه Mendepeuler هاذا الجهة يسموها left. هاي الجهة يسموها right. من تشوف ينطيك بالامتحان هيشو شكل. يعني هيشي مو رقم قوية نقطية. لا لا هيش شكل. فارف ان هاذي نظام البالمر. نظام البالمر يعني شنو؟ يعني من واحد لحد ثمانية. من واحد لحد ثمانية. من واحد لحد ثمانية. من واحد لحد ثمانية. ابدي ارقم من السايد اللي قريب على الخط. هاذا مو هاذا الخط المدلين؟ انا من انا راح ابدي ارقم. تمام؟ نفس الشي. هاذا يسموها central literal canine. first premolar, second premolar, first molar, second molar, third molar. تمام عيني؟ ماش عيني؟ قلت لك اذا كانت الفتحة للأعلى. اعرف انه هذا ميك زلري. اذا كانت من هذا السايد اعرف انه هاي left. من هذا السايد اعرف انه هذا right. اذا كانت الفتحة للأسفل. اعرف انه هذا يسموه mandibular. من هاي الجهة يسموها left. ومن هاي الجهة يسموها right. ماش عيني؟ فهذا اني لو اريد اليوم اجي اسمي بهذا النظام. فشفتها انه هي شي. قلت انه هذا نظام. المنتجيني اسمي. اعرفت شم فكرة المنتجيني اسموها for a quadrant. ومنها لحد هنانة. منها لحد هنانة. منها لحد هنانة. منها لحد هنانة. منها لحد هنانه. حلو حلو. شفتها رقم كتبت permanent شفتها للأعلى كتبت ميكزل لري شفتها من هاي الجهة كتبت right أشوف هذا السن شنو اسمه من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 شفتها رقم واحد هذا رقم واحد هو central insizer رقم اربعة اول شي شفتها هيتش رسم عرفت انه انا احتي بنظام palmer rotation system يعني انه انا قتلك ارسم هيتش من الواحد للثمانية نفس الشي فوقي سموها هاي الجهة يسموها left وهاي الجهة يسموها right تمام شفتها رقم كتبت permanent شفتها الرسم نحو الاسفل كتبت mandibular شفتها من هاي الجهة كتبت right رقم اربعة هو شنو هذا يسمو central وهذا اللترل وهذا canine هذا first primolar فكتبت first primolar نجي نسمي انا اقوم هذول الاثنين شفتها للاعلى اول شي شفتها هيتش الرسمها عرفت انه هاذا نظام palmer نظام palmer يعني شنو قتلك يعني اسوفور quadrant من نانا اكتب من نانا من الواحد لحد رقم ثمانية وهنا من الواحد لحد رقم ثمانية وهنا كذلك وهنا كذلك تمام هاذي نظام palmer شفتها نحو الاعلى كتبت magzill اول شي عفون 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 شفتها رقم كتبت permanent يعني سن دائمي شفتها نحو الاعلى كتبت magzillery يعني فك علوي شفتها من هاذا الاتجاه فكتبت write هو رقم خمسة اللي هو second molar هذا يسمو central والليترال والكنان هذا first primolar هذا second primolar فكتبت second primolar تمام عيني باخر اخر او اخر اخر مثال باخر مثال شفتها هيت الرسم مالته عرفت انه هذا ياسن او هذا يانضام اخر مثال شفت هيت الرسم عرفت انه هذا ايضا احتي بانضام بالمور تيشن سيستم تمام عرفت انه بالمور تيشن سيستم يعني لازم انا سوف رقم كوادرنت وكل كوادرنت لازم كل كوادرنت عندي ثمانية اسنان السايد اللي قريب على المدلاين عبد من عند رقم واحد وامشي لحد رقم ثمانية وهكذا على بقية الكوادرنت فوق يسموها الابرجو او الماكزلري جوا يسموها المانديبلر اللي هي اللاورجو هاي الجهة اللي عاكس رؤية الناظر اللي المفروض بالنسبة لتكون رايت هي لفت وهل هاي الجهة اللي تكون هي المفروض بالنسبة لليفت هي بالحقيقة رايت قلت لك فالك علوي هي ماكزلري فكسوف لي هي مانديبلر اسماء الاسنان سنترال كناي فرست بريمولر سيكن بريمولر فرست مولر سيكن مولر ثرد مولر هاي اذا اندحك على اسنان فرمنت اذا اندحك على اسنان ملك او برايمري او ديساليس فراح تكون اسماهم سنترال لترال كناي فرست مولر سيكن مولر تمام معيني فهس اجي اسمي هذا السن شفتها هي الرسم نحو الاسفل او شفتها اول شي رقم فكتبت شفتها نحو الاسفل كتبت يعني فكسفلي شفتها من هاي الجهة كتبت إذا كانت من هاي الجهة رح تكون شوف من هاي الجهة كانت بس من تكون من هاي الجهة بتكون شي اسمه هذا السن رقم سبعة هذا هنا وترى حرفيا كلها نفس الاسماء سواء كانت بالأبرجو بالأبرجو سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة ثمانية واحد هي كلها نفس الاسماء يعني نانا سبعة سبعة شنوب كل السايدات سبعة هي لتسمية واحدة اللي هو شنوب اللي هو الثاني سن مولر ثاني سن مولر ماشي عيني أتمنى تكون فهمت بالأسنان أو بالنظام البالمر أنا ما عندي ما عندي والله أقول من الواحد لحد رقم 32 لا لا بنظام البالمر أنا عندي يعني أرقام معينة من واحد لحد رقم 8 من واحد لحد رقم 8 بكل الكوادرنت حتى بال 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 برايماري أو فهمين عندي حروف معينة من ال من ال من من ال تمام ذاك لا ذاك بالنظام من ال هذا لا هاينان عندي حروف معينة أنا ملتزمة بهم آخر نظام رح ندرسه قلت لك هو هذا لا نظام شائع وحتى بالكليات اللي الأمانة ماكوا بس أنتم كلياتكم خالي فندرسه يعني هو نظام ال FDI المنبرينك سوسم شن فكرة هذا النظام نورين نحكي على الأسنان ال ال الأسنان الدائمية أنا قبل شوية مو قلت لك بنظام ال ال وال وش لون رح أخلي أني هاي الأرقام ابديها من نانا كأنه تتسوي لدائرة كاملة نانا واحد ثنيا انزل ثلاثة أربعة ونانا تخلي لي واحد اشوف ناس تخلي نانا واحد وهنا ثنيا وترجع نانا تخلي ثلاثة وهنا تخلي أربعة طرع ماكو يشري حد شي من نريد نخليهم ونخليهم على شكل دائرة كاملة اوكي اللي هي شي واحد ثنيا ثلاثة أربعة تمام اي نفس الشي بالنظام اليونيورسل اشوف طلاب شي يسولي هناك كتبوا لي يوصلي حد رقم ستعاش يجون هناك يكملوا لي رقم سبعة عشر هنا حرفين تتبل سبعة عشر وثمنتعشر سبعة عشر وكيف حرفين هي شي بس هو خطأ مو هي شي هو المفروض والطبيعي من هناك كتبت ستعاش تنزل لي هناك جوه مباشرة جوه ستعاش تتبل سبعة عشر وتكمل دورة كاملة حرفين هناك هميني دورة كاملة واحد نين ثلاثة أربعة اوكي عيني ومين راح يمطيك بالانتحان ان quaisه ولن ما راح يمطيك خلي أول نقول بس رقم واحد او بس رقم ثمانية او بس رقم اربعة او بس رقم ستة او خمسة لا للا للا شون راح يمطيك هناك synics احنا ممكن ان هنا راح نضيف اربعة ارقام اللي هو من الواحد لحد رقم اربعة رح يخلي لك اول سبع الانتحان هذا الرقم الرقم اللي احنا ضيع فيه خلى الكياب الأول هذا الرقم اللي إحنا ضاي فيه تمام بعدها راح ينطيك الرقم الثاني الرقم اللي هو واحد من هذول الأرقام راح يكون على سبيل المثال هو نخلك أربعة فهنانا أربعة وهنانا أربعة هاي الأربعة مال منه الأربعة اللي هي هاي أوكي وهاي الأربعة مال منه الأربعة اللي هي هاي تمام فصار الرقم أربعة و أربعة قلت لك هاي الأربعة هاي الأربعة اللي باللون الأزرق هي هاي الأربعة وهاي الأربعة هي هاي الأربعة أريد أقول لك شغلة على هذا النظام اللي هو الـ FDI بالـ Permanent وبالـ Primary أو الـ Decidious أو الـ Noc احنا قبل شوي ما قلت لك بالـ Primary هي أنا أستعمل حروف لا احنا همنا راح أستعمل أنا أرقام لا أنا راح أستعمل أرقام بس الفرق الأرقام بالـ Permanent هي من واحد لحد أربعة هاي الأرقام اللي أنا ضايفتهم من واحد لحد أربعة هلها لحد رقم أربعة يعني هاي الأربعة بعد إذا صارت خمسة إذا صارت هاي الأربعة خمسة أرف الان دحجة على النظام Primary تمام إنه Primary الحروف مؤثر راح تتسلسل هنا أنا مكملنا الأربعة هنا راح يتسلسل لك 5, 6, 7, 8 هناك بالـ Primary كانت لي حد رقم أربعة هنا بدي السلسل لك 5, 6, 7, 8 فأنت هنا إذا شوفها تنطيكياها خمسة وبصفها رقم أو 6 وبصفها رقم أو 8 وبصفها رقم أو 7 وبصفها رقم أعرف أن هنا دي حتش عليها أسنان دي حتش عليها أسنان تكون Primary أسنان تكون Primary أو Decidious أو Milk Teeth أما هنا إذا نطيكياها 1 وبصفها رقم 2 وبصفها رقم 3 وبصفها رقم 4 وبصفها رقم أعرف أنه دي حتش عليها أسنان على أسنان Permanent أخاف تقول لي شلون أفرق بالله هنا كان يقدر أفرق هنا كان عندي حروف وأرقام هنا شو رح أفرق هنا رح تفرق أنه الرقم اللي يكون إذا هذا مو هنا نهاي جهة يسموه جهة هنا هذا الرقم الثاني هذا جهة يمين وهذا جهة يسار هذا الرقم اللي وعلى جهة اليسار إذا من الواحد لحد رقم 4 هذه أسنان Permanent إذا من خمسة لحد رقم 8 أو هنا نخلي سبع هنا نخلي ثمانية لحد رقم 8 هيا أسنان هيا أسنان Primary أتمنى تكون فيهمت هاي الشغلة إذا الرقم الثاني لحد رقم 4 يعني 1 2 3 4 هيا أسنان هيا أسنان Permanent إذا خمسة 6 7 8 هيا أسنان Primary تمام اللي هو هذا يا رقم هذا الرقم الثاني اللي هو هذا أقصده هذا الرقم الثاني أوكي هذا الرقم الثاني هو رح يكتب لك يا رح يكتب لك أول شي الرقم الثاني وبعدين يحشي لك على هذا الرقم فأنت أول شي شون تخليهم تخليهم واحد 2 3 4 وهنان خمسة 6 7 8 تمام رح تقول لي طيب وشلون رح أسمي آني تشوف الأربعة وين حسنا مو قلت لك هذا الرقم الثاني وراح يكتب لك يا الأربعة تشوف احنا مو يشي كاتبين هنا خلين واحد سنيا ثلاثة أربعة الأربعة موجودة جوه فكتبناها مانديبيلر فكسف لي طبعا احنا منتهي من عدها شفناها لحد رقم أربعة كتبنا فيرمننت هاي منتهي من عدها قلت لك من الواحد لحد أربعة هاي فيرمننت هاي شون نقول منتهي من عدها يعني شفتها الاربعة جوه كتبت مانديبيلر شفتها الاربعة من هاي الجهة نفس المبدأ من هاي الجهة يعني من هاي الجهة يعني EN فوق ماجزل جوه تمام شفتها من هاي الجهة كتبت رايت انتهى دور هاي الاربع كأنه ما محيه حذفها نجه هاي الاربع هاي الاربع وين موقع س?</ هنا هنانا واحد اثنين ثلاثة اربعة هاي اربعة هنانا هذي يسمو سنترال لترال كنين هذي يسمو فرست بريمولر فكتبتها فرست بريمولر تمام الاسنان البرائماري نفس الفكرة حرفيا شفتها فوق الخمسة وخمسة وفوق فكتبت ان هاي البرائماري الستة وين ملقاحة نجي نكتب خمسة الستة 7 ثمانية الستة هنانة الستة يعني ب użyمة البرجو و Tippler البرجو سمو السمو الماقزلريовые في كتبت متجبت سمع PAizado من هاي الجية sensitive left lowright left في كتبت left هاي انتهى دور الستة يعني دور الستة اني استفاد من عندها احدد البرائماري والماقزلري و view improve يعني احدد ان هذي سنت primary وحدد انة ماقزلري واحدد انها احدد ما احدد ما احدد ما احدد احدد دور هذا الرقم الرقم اللي بصفه اللي هو هذا الرقم الاول اللي راح يكون راح احدد من عنده اسم السن. هذا اسم السن رقم 3 اللي هو هذا يسمون central lateral canine فصار اسمه كنين فصار التسمي تمام تمام اتمنى تكونوا انفهمتوا لحد هنا طبعا بيتي خلص النصف الاول من هاي المحاضرة قررت اناني اسويها بارتات اثنين لان بصراحة شميل راح تكون طويلة عليكم فحتى انوا متملون من المحاضرة تكون 2 بارس احسن ادرسوا هستر يونيبيرسل نوتيشن سيستم والبالمر والفدي اي نوتيشن سيستم ضبطوهم كملوهم بعد انتقلوا للبارت الثاني واني همنا قبل ما انتقل للبارت الثاني راح اسوي لكم فد ريفيو سريع لللي درسنا حتى الامور تكون واضحة اكثر بالنسبة لكم نلتقي ان شاء الله على البارت الثاني واكيد بالبارت الاول اذا عادكم اي سؤال او اسبسل تقدرون تتواصل معكم من القناة ان شاء الله احنا ما راح نقصروا نلتقي على خير ان شاء الله وسلام